بوتين يبلغ أردوغان استعداده لإجراء مباحثة بشأن اتفاق الحبوب تلك هي الخطوة الأولى التي عبر عنها الرئيس الروسي بشأن العودة إلى العمل باتفاق الحبوب والتي لعبت فيها أنقرى دور الوسيط إلى جانب الأمم المتحدة الرئيس الروسي قال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي إن موسكو ستحيي الاتفاق بناء على رفع القيود عن صادرات المنتجات الزراعية الروسية مضيفا أن بلده مفتحة على كل المباحثات المتعلقة بهذا الشأن من جهته قدم أردوغان وعدا بالتطرق إلى إعادة تفعيل اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية مشيرا إلى أن تركيا تعد رزمة جديدة من الاقتراحات بالتشاور مع الأمم المتحدة بهدف إحياء الاتفاق الحيوي بالنسبة إلى الإمدادات الغذائية العالمية ويأتي هذا اللقاء في وقت تسعى فيه كييف لتحقيق مكاسب عسكرية على الجبهة الجنوبية وسط توترات متزايدة في منطقة البحر الأسود أعقب إنهاء روسيا العمل باتفاق أتاح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر بحري آمن ترجمة نانسي قنقر